لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وهذه الصفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أول من نقل عنه إطلاق كلمة السنة هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة والاعتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف كما ذكر ذلك اللالكاء في شرح السنة وقال محمد بن سيرين وهو من أئمة السلف ومن أئمة التابعين قالوا كانوا لا يسألون عن الإسناد كان الناس على ثقة من بعضهم ولا يسألون عن الإسناد إذا جاءه حديث أو أثر عن نبي صدقه فلما وقعت الفتنة ووقعت الظلال وظهرت الأهواء قالوا قال أهل السنة سموا لنا رجالكم فينظر أهل السنة فيقبل حديثهم من كان من أهل السنة يقبل حديثه وأما من كان من أهل البدعة فلا يقبل حديثهم وهذا الكلام رواه ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح وقال الإسفرايين إن سبب تسمية أهل السنة بأهل السنة قوله وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر تبعا للسنته من هؤلاء يعني الصحابة والتابعين ولهذا سموا بأهل السنة ثم قال لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وهذه الصفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ولا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة من الخوارج والروافض وغيرهم